دور الروشن السعودي او دور المحترفين السعودي بيوفق كل وعوده في درب النصر واهل جدة مباراة تقلق فيها رونالدو وتاليسيا كل واحد احرز هدفين تقلق فيها رياض محرس بالصناعة والتهديف مباراة الدخان تقلق رونالدو تحت انظار نجمنا المصري محمد رمضان اللي كان قاعد في المدرجات تفاصيل كتير عن الدرب السعودي النصر واهل جدة خليكم معايا ما ترحوش في اي حتة تانية اهلا بكل صحابي واخواتي من جديد اللي اول مرة بيشوفني معاكم اخوكم بندو اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل حالا يشترك في القناة ويفعل علامة الجرس عشان يوصلوا كل فيديو اول باول ما تسرسوش تتفرغوا على لايفات الدور المصري وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس ويلا بنا نتكلم عن الدرب السعودي النصر واهل جدة درب السعودي بين النصر واهل جدة اتسم بالكوة والسرعة والمهارة اه فرص ضاعة كتير مباراة غزيرة بالاهداف سبع اهداف كلهم اروع من بعض طبعا هدف راندو التاني وهدف تلسكا اللي جي في العرضة اه من اروع اهداف المباراة تقلق رياض محرز مع الفريق واحرص تاني اهدافه وساهم كمان في الصناعة في الهدف التالت اه لاهل جدة مباراة كانت ممكن تنتهي بالتعادل لولا العرضة حرمت اهل جدة من الهدف الرابع ليهم مباراة ده هنادي النصر بالضغط العالي بعد ثلاث دقائق واثنين وخمسين ثانية بالزبط بيحرز رونالدو الهدف الاول في المباراة الهدف بيجي من الضغط في نص الملعب اللاعب نادي النصر اوتافيو اللي ضغط على فرانك كيسي وعشان يمررها الساديو ماني اللي بدوره بيمررها الكريستانو رونالدو عشان برجله الشمال وعلى يصر حرس المرمى من دي بيحرز الهدف الاول وطبعا كلنا شوفنا وسط الدخان اللي كان ماني الملعب اصبح هدف كريستانو رونالدو بعد ثلاث دقائق واثنين وخمسين ثانية هو اسرع هدف في مواجهة الفرقين نادي النصر بيكمل ضغط عشان عن طريق ضربة سابتة من ناحية اليمين بيرفعها لعب النصر على دماغ لابورت اللي بيمررها التاليسيا اللي بيحطها في الزواج الدايقة الميندي عشان يحرز الهدف التاني بعد كده اهل جادة بيمسك كورة شوية محاولات ضعيفة من فييجا وروبرتو فرنمينو اه كلها بقت بالفشل لحد الدقيقة تلاتين بالزبط اه اه كورة بتتمرر لفرانك كيسي اللي بينفرد بالمرمى وبيحطها على شمال حارس المرمى ويحرز هدف تقليص الفارق عشان النتيجة تبقى اتنين واحد وفي الوقت بدل الضايع من الشوت الاول اللي كان تسع دقائق طبعا لاصابة التاليسيا اللي تعالج وبعد كده اه في الدقيقة ستة من الوقت بدل الضايع كورة تتمرر من بروزوفيتش اللي مررها بالسانتي لتاليسكا اللي بيحط كورة بشمال وصاروخية بتغلط حارس المرمى مندي وتتعدي من فوقيه عشان اه تخبط في العرضة وتسكن الشباك والشوت الاول ينتهي تلاتة واحد للنصر الشوت التاني بيبدأ ضاغط عن طريق المتقلق اه انه بنجمل فريق اه تاليسكا بيعمل ضرب الجزاء مع لعب اهل جدة الحاكم بيراجعها بالفار وبيحسب ضرب الجزاء اللي بيتصدلها اه رياض محرز بيركن على يمين حارس المرمى عشان يكلس النتيجة تبقى تلاتة اتنين بعدها على طول النادي النصر ما بيضيعش وقت عن طريق تاليسكا اللي بيدي كورة الرونالدو وبيكلفت بيها مدافع اه نادي اهل جدة ويحط الكورة بشماله على يمين حارس المرمى مندي عشان يحرز الهدف الرابع تصبح النتيجة اربعة اتنين فرص كتيرة بقى بعديها بتضيع عن طريق مكسيمان اللي بيتقلق دفاع نادي النصر اللي كان صالب النهاردة وكوه شلعا مرموه اهدف كتير كورة عن طريق رياض محرز عن طريق فرمينو كلها بقت بالفشل في الديئة 87 رياض محرز بيستلم كورة في منطقة الجزائق من ناحية اليمين بيروغ مدافع نادي النصر وبيبصيها للعب في راس اللي بيلاقي الشبكة قدامه فاضية ويحرز الهدف التالت وتولع المباراة غير كمان ان حكم المباراة ادى عشر دقايق وقت بضل ضايع فده زود الضغط على العيبين النصر اللي كانوا متماسكين كان الضغط جديد من نادي الهلال عشان يحاول ان هو يرجع في المباراة ويتعادل ويطلع حتى بنقطة لكن في اخر دقيقة في الوقت بدل الضايع فاول بيتلعب عن طريق رياض محرز اللي كان هيعمل الاسيست التاني بيضع على راس اللاعب سامحان اللي بيضعها بدقة من فوق حارس المرمى العاقيدي اللي بتيجي في العرضة وتخرج برة ويضيع فرصة التعادل في اخر دقيقة في المباراة على نادي اهلي جدة وبينتهي دربي روشل السعودي بين النصر واهلي جدة بفوز نادي النصر عشان يوصل للنقطة الخمستاشر ويبقى في المركز الخامس وبيتوقف رصيد نادي اهلي جدة عند النقطة برضو الخمستاشر لكنه في المركز السادس قوة الدور السعودي او دور الروشل السعودي للمحترفين ان المتصدر اتحاد جدة عنده تمنتاشر نقطة وهو في المركز الاول بفارق بس تلات نقط عن المركز السادس من المركز الاول للمركز السادس بينهم بس تلات نقط وده يدل على قوة الدوري السعودي. من اهم الاركام اللي اتعملت بعد المباراة تصدر كريستيانو رونالدو اللي ترتيب الهدفين بتسع اهداف بعد هدفين اه مباراة النصر واهل جد. ان رونالدو وصل في جميع مشاركاته اه من ساعة ما بدأ في الموسم اللي فات مع نادي النصر لتسع وعشرين مساهمة هدفية بتسجيله تلاتة وعشرين هدف وصناعة ستة اهداف. اركام كتير بيحققها رونالدو مع نادي النصر وبيزبط النصف قوية ومن اهم صفقات دوري روشن السعودي. غير ان دي الجولة السبتة كريستيانو لعبي الست مباراة كاملين قدر يحرز تسع اهداف ويعمل اربع اسستات مع الفريق. ارقام كتيرا رونالدو اه خيالية اه تدل على تقلقه دوري روشن اه في تقدم دوري كله متعة مباراة كلها ممتعة الواحد بس ما بيقدرش ان هو يتفرج على كل المباريات عشان الدوري المصري والدوري الانجليزي والدوري السعودي فالواحد ما عندوش وقت لانه يشوف كل المتعة ديت بس على قد ما الواحد بيقدر انه يتفرج على المباراة المهمة. مباراة النهاردة طبعا حضرها نجمنا المصري محمد رمضان. اه لنور الاستاد النهاردة وكان عامل تفاعل مع الجماهير. كده خلصت كلامي في دوري روشن اللي كله متعة وكل يوم بيفجئنا بمباراة قوية جدا. اللي وصل معها لحد هنا انا اشكره شكرا جزيلا شكرا عن الدعم وشكرا عن متابعة. ولسه مشتركش في القناة ينزل حاليا نشترك في القناة يفعل علامة الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي اول باول ما ينساش لايكو شير للفيديو عشان يوصل لكل الناس. استنوني الفيديو جديد. سلام.